بفضل القوانين الجديدة والمرافقة والاهتمام اللامتناهي الذي تقدمه الدولة عن طريق وكالة ترقية الاستثمار نهيك عن التسهيلات الجبائية الجمهورية الممنوحة وتنفيذا للسياسات واستراتيجية التنمية بالتآزور مع القطاعات الاقتصادية المعنية وعملا بتوصية رئيس الجمهوري عبدالمجيد تبون تم تسجيل أكثر من 2600 مشروع بقيمة تقارب الثمانية ملايير دولار في سابقة هي الأولى من نواها بنسبة زيادة نهزة 121% مما سيسمح باستحداث 65792 منصب شغل وذلك وفق ما كشفت عنه وكالة ترقية الاستثمار في حصيلتها من الفترة الممتدة من الفاتح نوفمبر 2022 إلى غاية 15 جوان 2023 منذ أكثر من 20 سنة تم في الجزائر خلق العديد من الصناديق والخطة الاستثمارية لتنويع الأنشطة التجارية وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة خرص العمل ومن بين هذه الأليات نذكر إنشاء الوكالة الوطنية لتنمير الاستثمار مشاريع شملت قطاعات عدة وازدعت على معظم مناطق الوطن وبنسب متفاوتة كقطاع الصناعة البناء والأشغال العمومية الفلاحة الرأي النقل وحتى السياحة مما يعكس ويبين مجهودات الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات ينبغي مواصلة عملية التنويع الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار الخاص وذلك من أجل تقليل الاعتماد على المحروقات ودعم الشركات الجديدة لتصدير المواد خارج المحروقات تعزيز ريادة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة في قطاع الزراعة والسياحة والنقل والخدمات تنفيذ إصلاحات اقتصادية والقضاء على الظواهر السلبية التي تعرق العملية الاستثمار والتصدير الاستثمار في الرأس المال البشري والمطالبة بدمج التكنولوجيا الرقمية من أجل تسهيل عملية الاستثمار والتصدير مشاريع حيوية ستضيف ديناميكية وحركية جديدة للاقتصاد الوطني وتعطي زخما لسلسلة الإنجازات المحققة وهي أعلان عن بداية حقبة جديدة أساسها تنويع مصادر الدخل خارج المحروقات اشتركوا في القناة